أقدى مجلس الشورى جلسته الثالثة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى هذا وناقش المجلس التقرير التكملي بشأن المادة 12 مكرر المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيدي واستغلالي وحماية الثروة البحرية بهدف توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى كما بحث المجلس مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة حيث أكد عدد من عضاء المجلس أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2016 وقرر المجلس التمسك برأيه السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون كما قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ والدباجة على مشروع قانون بتعديل المادة ثلاثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 مجلس الشورى اليوم استعرض وناقش مشروع مهم ويتعلق هو في الواقع مقترح قانون من الأخوان في مجلس النوار يتعلق بتخصيص اقتراح بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للجمهور هذا المقترح بقانون حيث أنه معروض على مجلس الشورى للمرة الثانية لا يستطيع المجلس ولا اللجنة أساسا أن تبدي عليه أي تعديلات طبعا مجلس الشورى ناقش هذا المشروع للمرة الثانية والمشروع كما رأته اللجنة أنه يعتريه كثير من المشاكل الأول هو عوار دستوري أو شبهة عدم دستورية تم اليوم مناقشة التعديل الذي أدخل على المادة رقم ثلاثة بقانون التأمين الاجتماعي المتعلق بمد مضلة الحماية الاجتماعية إلى أفراد أصحاب العواء إلى أصحاب الأعمال وذلك لحمايتهم من الحاجة إلى توظيف أو تدريب يكون لديهم المأسسات التي يثقون بها وهي عندهم إصرار كبير أن يلتحقون بهذه المأسسة لسمعتها وكذلك هما باحثين عن عمل ويعتبرون عاطلين ليس لديهم عمل في القطاع الخاص أو العام ترجمة نانسي قنقر